الصورة اللي قدامك دي لقنسة ارد من فصلة المكاك بتحضن ابنها المتوفي المصور اللي اخدوا الصورة دي تقال انا كنت في رحلة للحياة البرية علشان ارصد بعض المشاهد للحيوانات واخلال الرحلة كنت شفت ارد حامل قدامها ايام وتولد وبعد الولادة بحوالي اسبوع كان ابنها ده توفى وكانت الامة هتتجنن عليه زي البشر بالزبط ما كنتش عارف ايه كمية المشاعر اللي جواها دي وساعتها حاولت ارصد مجموعة صور علشان اوصد بها لحظة نادرة زي دي لكن اكتر مشهدين كانوا مؤسرين بالنسبة لي لما مجموعة من ذكور القطيع قربوا من الام علشان يلمسوا المولود ويعرفوا اذا كان لسه عايش ولا لقوا يتطمنوا عليه لكن للأسف هي كانت صرخت فيهم بكل قوتهم علشان تبعدهم عنه كأنها بتحميه كأنه هو عايش بالزبط اما المشهد التاني اللي خلت موعي نزلت لما الام كانت بتحضن ابنها المية الدود كل يوم من الصه 11 الصبح لحد بالليل من غير ما تأكل ولا تشرب ولا تبعد عنه ابدا وفضلت على حال دوت لحد اما انا خلصت الرحلة بتاعتي ومشيت وغدرت المكان اكيد سمعت قبل كده ارحم الحيوان لانه يحس كما تحس ويتألم كما تتألم ويبكي مثل ما تبكي ولكنه بغير دموع بجد سبحان الله وفي النهاية لو عجبك الفيديو شجعني باشتراك واضغط لايك وتابع كل جديد انا بقدمه بالنسبة للمشتركين اتأكدوا من تفعيل الجرس على الكل رأي كل واحد شاف الفيديو دوت اكيد بيهمني جدا في التعليقات سلام